أصدر بنك التضامن في العاصمة صنعاء اليوم الخميس بيانا توضيحيا حول عملية النهب التي تعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي أمس الأربعاء وقال البنك في بيان له أن مجموعة من أجهزة الاستخبارات الحوثية قاموا بمدهمة مقر البنك في العاصمة صنعاء ولديهم توجيهات من البنك المركزي التابع لميليشيات الحوثي بإيقاف البنك وقاموا بتسريح جميع الموظفين وأضاف البيان أنهم طالبوا من إدارة البنك توقف السيرفرات الرئيسية للبنك بصنعاء واستولوا على أجهزة التسجيل التي سجلت واقعة الاقتحام وأكد البيان أن عمليات البنك لا زالت متوقفة حتى اللحظة بناء على توجيهات الميليشيات الحوثية وطلب البيان من ميليشي الحوثي التوضيح حول هذه الإجراءات الغريبة وأسبابها والتي لها انعكاسات دولية ومحلية ويتحت المجال للبنك بمزاولة عمله وأشار البيان إلى أن البنك يعمل بشكل متوافق تماما لمتطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقرات الأمم المتحدة ذات الصلة ويواجه القطاع المصرفي في اليمن تحديات كثيرة في ظل صراع السياسات بين سلطة ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية في عدن وقد تأثر القطاع المصرفي بشكل كبير جراء قرار الحوثيين إلغاء التعامل بالعملة المطبوعة حديثا ترجمة نانسي قنقر